مجدداً يعود الجدل الدائر حول سقطرة إلى واجهة الأحداث هذه المرة توجيه صادر من الرئيس هادي لمحافظ سقطرة توجيه صارم يقضي بإيقاف التعيينات في إدارة أمن المحافظة والأمن السياسي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كما تضمن التوجيه منعاً صريحاً للمحافظ من التدخل في اختصاصات الأجهزة العليا للدولة والتكليف أو التعيين في المواقع التي هي خارج اختصاصات السلطة المحلية وفقاً للقانون النافذ جاء ذلك عقب مذكرات عدة من مدير مكتب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية الوثيقة التي تناقلتها وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي تزامنت مع حملة شعبية وإعلامية وردود فعل تنوعت بين الغاضبة والساخرة من الدعوات الإماراتية إلى استفتاء سكان جزيرة سقطرة على الانضمام إلى الإمارات سبق هذه الوثيقة مذكرات تشير بأصابع الاتهام لمحافظ المحافظة بالعمل على تجريف ثروات المحافظة منها صورة من مذكرة صادرة عن وكيل محافظة سقطرة لشؤون البيئة والتنمية بتحميل قائد النقطة البحرية في سقطرة كامل المسئولية لسماحه بتصدير أحجار من سقطرة وعرقلاته عملية التفتيش في الميناء ومذكرة أخرى تطالب المحافظة بمنع تصدير الشعب المرجانية ومذكرة ثالثة موجهة من رئيس الوزراء وتتضمن إخلاء مسئولية عدد من وكلاء أرخبير سقطرة من الإجراءات التي يقوم بها محافظ سقطرة من العبث بالمصالح العامة يقول متابعون إن المحافظة وقيادات كبيرة في سقطرة باتت تعمل وفق أجندات الإمارات خلفان المزروع المندوب السامي الدائم في سقطرة لم تعد تخفى على أحد سيطرة الإمارات على جزيرة سقطرة بمعزل عن الشرعية بل وبمخالفة صريحة لبرتكولات وسيادة الدولة